اهلا بكم وعرض جديد لهم الانباء نقدمه لكم من قناة الجزيرة مباشر مصر قال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار حسن ياسين للجزيرة مباشر مصر ان ما كشف عنه تقرير لجنة الرئاسية لتقصي الحقائق في احداث ثورة جعل فريق التحقيق يكثف تحقيقاته في ملابسات احداث استاذ بور سعيد وصرح المستشار ياسين ان التحقيقات كشفت عن امور استوجبت ان تتقدم النيابة العامة الى هيئة المحكمة التي تنظر القضية لتعيد الدعوة للمرافعة بحيث تتمكن النيابة من تقديم ما لديها وهو ما قد يكشف عن ادلة جديدة ومتهمين جدود في الاحداث وللمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف المتحدث باسم النيابة العامة المستشار حسن ياسين مرحبا بك معنا بداية سيد المستشار مرحبا بك يعني نود ان نفهم تحديدا هل هناك من ادلة جديدة ام مذكرة او التقرير يمكن ان يقدم ادلة جديدة نود ان نفهم بالضبط نعم هو عقب ورود التقرير لكي تقصف حسن الميابة لقرب الجلسة المحددة الفضل في دعوة مجرد بو السعيد كسف فريق التحقيقاته بشأن ما ورد من وقاعة متعلقة بهذه الوقاعة من وقاعة بو السعيد بالفعل اورد التقرير دلائل هذه الدلائل تكشف عن امور قد تؤدي الوصول الى ادلة جديدة قد تؤدي ايضا الى الكشف اللي السام عن متهمين جدد وحاليا احنا النيابة العامة بتبحث في هذه الدلائل وفي هذه المسائل اللي اوردت عليها واللي حواها التقرير ولكن تحتاج الى تحقيق معمق ويتتوسع التحقيقات حتى نقوي الدلائل القائم ونأتي بالادلة الجديدة التي تصف على التحقيقات بل ونقيم الادلة على المتهمين الجدد اللي كشفت عن المتحقيقات فنتيجة لذلك تقدم السعادة النيابة العام الى المحكمة طلب منها ان تعيد الدعوة للمرافعة حتى تمكن النيابة من تقديم ما لديها من تحقيقات تحوي هذه المسائل التي تحدثت عنها جميعا في اجال مناسبة لتحكم المحكمة عن بصر وبصيرة في الواقع المطروحة بعد تقدم نائب العام بمذكرة الى المحكمة ما الذي سيترتب عليه اذا لن يكون الحكم اذا يوم 26 من يناير ويوم سبت القادم هذا الامر مطروف للمحكمة المحكمة بتقدر ما اذا كانت المسائل التي ترحيت عليها النيابة العامة والنحواتها المذكرة هذه المسائل بالشعل تغير في مجرى الدعوة المطلقة فالها ان تعيد الدعوة المرافعة لتتمكن نيابة من توسع تحقيقاتها وان تقدم ما لديها من ادلة ومتهمين جدد بموجب امر احالة تكبيلي وقائمة باقدمة السبوط التكبيلي ايضا لتتمكن من الفصل في الدعوة على ضوء هذه الادلة وامر الاحالة الجديدة وقد طرى المحكمة الفصل في الدعوة فهذا الامر مطروك لتقديرها يعني لا يوجد امر مؤكد اذا كان الحكم سيكون يوم السبت القادم ام لا؟ لا لا يوجد امر مؤكد هذا الامر كله يعود الى تقديل المحكمة طيب من خلال اطلاعكم هل يحتوي التقرير على ادلة جديدة وما نوع هذه الادلة؟ احنا لا يمكن ان نطلق على دليل الا اذا اتى من خلال تحقيقات يعني ما حاوه تقرير لجل تقرير الحقار ويسمى دلائل حتى ولو كان هو دليل ولكن يسمى دلائل وليس تقرير هذه الدلائل ستتحول الى ادلة حينما تقول محكمة النيابة العامة باجراءة تحقيق ويتحول ذلك الى ادلة بعد ان يعني تكشف النيابة العامة وتمحفها وتحقيقها وتأتي بالامور المساندة له نعم يعني النيابة العام كانت له مداخلة على احدى الفضائيات وقال ان هناك ادلة جديدة ولن يتهاون ماما لمح هذه الادلة ولماذا لم تظهر طوال عام يعني عام تقريبا الا بضعة اي طبعا هذه الادلة كشفها تقرير لجل تقصي حقاق يعني لان لم تكن ما في التحقيقات السابقة ايضا تقرير لجل تقصي حقاق لما قدم للنيابة النيابة اجرت تحقيقات بنائنا على ما ورد تقرير لجل تقصي حقاق بالفعل النيابة في اليومين السابقين توصلت الى امور غاية في الاهمية وفعلا بتقويل ادلة القائمة بل وتكشف عن ادلة جديدة بالفعل نعم يعني سيدة المستشار انت قلت ان النيابة كشفت عن امور غاية في الاهمية قد تؤدي الى اكتشاف ادلة جديدة طوال العام الماضي منذ ان ارتكبت المجزرة وحتى اقتراب النطق بالحكم مسئولية من ان هذه الادلة لم يكشف عنها نعم هو التقرير لم يقدم لنا من 10 ايام فقط اتحدث عن الادلة التي نعم الادلة التي لم تظهر طوال العام مسئولية من نيابة نيابة شكلة فريق احقق في هذا التقرير بالفعل الفريق بدأ عمله ويعني اولى لان التقرير كما قلنا في بيان انه حوى 14 جزء جزء منه متعلق بموقع الجزء فالفريق اولى جزء المتعلق بموقع الجزء فالفريق اهمية خاصة وان كان اولى جميع الاجزاء اهمية ولكن اولى جزء المتعلق بموقع الجزء فالفريق اهمية خاصة لقرب الجلسة المحددة للفصف الدعوة حتى يمكن ان احنا لو هناك جديد نقاطر المحكمة وبالفعل تماما انه هناك جديد وبالفعل تقدمنا مذكرة المحكمة في هذا الشأن لتعيد على المرافعة حتى نتمكن من الوصول الحقيقة حتى تقضي المحكمة عن بصر وبالفعل شكرا جزيلا المستشار حسن ياسين المتحدث باسم النيابة العامة شكرا جزيلا لك من ناحية اخرى خرجت اعداد من جماهير اولتراس مصراوي في مظاهرة توجهت الى سجن بورسعيد مهددين بمحاصرته احتجاجا على تأخر صدور قرار رسمي من وزارة العدل بعدم سفر المتهمين الى مكان جلسة النطق بالحكم بتجمع الخامس بالقاهرة من جانبه اكد مصدر امني مسؤول ان وزارة الداخلية لم تتلقى حتى الان موافقة محكمة جنايات بورسعيد بشأن عدم نقل المتهمين في قضية استاذ بورسعيد لحضور جلسة النطق بالحكم يوم السبت القادم في مقر المحاكمة باكاديمية السلطة بالقاهرة كان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قد ترح بان هناك مفاوضات مع هيئة محكمة جنايات بورسعيد لعدم حضور المتهمين تجنبا لوقوع اشتباكات بين اهالي المتهمين واهالي المجني عليهم ومعنا من بورسعيد الصحفي احمد جمال الجمال ليطلعنا كيف هي الاوضاع اذا احمد نعم خرض المئات من اولتراس النادي ومجنوعة كبيرة من القوى الوطنية والشياشية واهالي مدينة بورسعيد في تظاهرة حاشبة بدأت من امام المخصورة الزائفية باستاذ بورسعيد للمطالبة بعد النقل المتهمين الى مكان النقطة بالحكم في التدمع الخامس في طبيعة النادي المصري والمحدد لها السبت المقبل وبعدما تربد وصارت شائعة بين اولتراس النادي المصري لانه حتى الان لم يصدر قرار رسمي من وزارة العدل بعدم نقل المتهمين مما اثار غضبهم واتجهوا الى سجن بورسعيد واحاصرهم ويهددوا بالاتقام حول سجن بورسعيد اذا لم يصدر قرار رسمي من وزارة العدل بعدم صفر المتهمين لعدم حديث ازمة جديدة هي يعني تعتبر الاسوأ في مصر بينها شباب مصر على حد وصهم اود ان اقول ايضا انه منذ ساعتين تعرض البدري سرغالي واشرف العزة دي احد اعضاء هيئة بساع المتهمين في بورسعيد تعرضوا للمنع من لقاء تلك الجيني على الهواء مباشرة في مدينة الانتاج دعنا نبقى في بورسعيد احمد احمد طيب هل وصلت اصداء طلب النائب العام للمحكمة لعادة المرافعة وادلة جديدة وما الى ذلك هل وصلت هذه الانباء الى المحتجين واذا كانت وصلت فما هي الاصداء بالفعل هي وصلت للمحتجين ولكن اراء القانونيين كانت خلاف ذلك حيث اكد صفة عبد الحميد مطيب المحامي في كهشة واستبراد انه كيف يتم التصريح من اي مشؤول احتياشي اثناء حج القضية للحكم وانه يعني تضغطت شاعات على النقى بالحكم كيف يحدث ذلك وتصبر تصريحات اعلامية من مشؤولين تنفيذيين في الدولة في قضية هي محجوزة للحكم شكرا جزيلا صحفي احمد الجمال كنت معنا من بورسعيد سلم الرئيس محمد مرسي قيادة القمة الاقتصادية العربية الى الملك عبد الله بن عبد العزيز وفي مستهل المؤتمر الثالث للقمة الذي انطلق بالرياض اكد الرئيس مرسي ان امكانيات الدول العربية كبيرة ويجب استغلالها بشكل افضل كما يجب ان تضافر الجهود من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية واضف الرئيس مرسي ان استعادة مصر لدورها الريادي يعد اضافة لرصيد العمل العربي كله وتعزيزا لقوة الامة العربية في دفاعها عن قضاياها وتحقيق مصالحها وبهذه الروح الجديدة تتطلع مصر الى العمل مع اشقائها العرب ليس لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الامة فحسب وانما ايضا باستغلال الفرص المتاح والتي يمكن من خلالها الوصول الى ما تتطلع اليه الدول العربية من تنمية لصالح مواطنيها ومن تكامل حقيقي فيما بينها وان تنال امتنا العربية قدرها الذي تستحقه بين امم العالم كما اكد الرئيس محمد مرسي في كلماته ايضا انه انا الاوان لتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة وفق برامج زمنية محددة لتحقيق التكامل الحقيقي ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري قال مرسي ان الاقتصاد المصري يتمتع باسس ومقاومات تتيح له تحقيق معدلات المنطقة العربية وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري قال مرسي ان الاقتصاد المصري يتمتع باسس ومقاومات تتيح له تحقيق معدلات نمو متفعة خلال السنوات القليلة المقبلة إن الاقتصاد المصري متعدد القطاعات ويتمتع بأسس ومقومات قوية تتيح له إمكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدار السنوات القادمة بإذن الله وتسعى مصر الآن مع المؤسسات المالية الدولية إلى التوصل لاتفاق حول مساندة الاقتصاد المصري يقوم على تصور وطني قال أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن مجموعة مكونة من 15 حزبا قررت فتح باب التحالفات الانتخابية أمام المستقلين والصوفيين والقرى الاجتماعية وأشارنا أن هذا التحالف ليس له طموح شخصي أو حزبي سوى الانتماء لمصر جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم لمناقشة آخر المستجدات حول الانتخابات المقبلة من جانب آخر أكد الزعيم حزب غد الثورة أن الأحزاب وممثلي الكنيسة المصرية قرروا تعليق مشاركتهم في جلسات الحوار احتراماً لأنفسنا نحن علقنا حضورنا هذا الحوار لأسباب أهمها المغايرة التي تمت بين ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني وبين قانون انتخاب مجلس النواب والحقيقة كانت مغايرة غير مبررة وكانت في مادة واحدة وهي المادة الخاصة بتغيير يعني إسقاط العضوية إذا العضو غير انتماءه الحزبي كنا متفقين عليه في الحوار الوطني ثم ألغوها ثم عندما قررنا تعليق المشاركة أضفوا مادة تانية غيروها وهي مادة المر ومن هنا بنقول قررت نيابة العامة بالأسكندرية حبس تسعة من المتهمين في أحداث اقتحام محكمة الأسكندرية الابتدائية أمس أربعة أيام على ذمة التحقيق كما أمرت نيابة بضبط وأحضار عشرة متهمين آخرين بينما يتواصل التحقيق مع واحد وثلاثين متهماً في أحداث الاشتباكات مع المتظاهرين صرحت نيابة جنوب أسيوت بدفن جثث أربعة عشر قتيلاً في حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين على طريق أسوان القاهرة أمام مدخل محافظة أسيوت كما تقرر تشكيل فريق من نيابتي شمال وجنوب أسيوت لسؤال المصابين وانتداب مهندس فني للمعاينة وإعداد تقارير لازمة هذا وقد كشفت تحريات مباحث المرور أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيس وراء الحادث أيدت المحكمة الإدارية العليا اليوم حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين وبطلان خصخصة الشركة وإعادة كامل أصولها مرة أخرى إلى الدولة ورفضت المحكمة الطعنة التي تقدمت به الحكومة والشركة القابضة للكيمويات الشركة القابضة للغزل والنسي طعنين ورئيس مجلس الوصر وآخرين ضد حمد مجاهد وحمد عمراء حمد الفقراني وآخرين حكمت المحكمة بإجماع الأرى برفض الطعنين وألزمت الطعنين بصفاتهم المصروفات ومصادرة الكفر أكد الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل أن هيئة السك الحديد تقوم بالكشف على جميع الجرارات وعربات القطارات لتأكد من سلامتها كما أكد أن الوزارة تعمل على تحويل جميع المزلقانات من النظام اليدوي إلى النظام الآلي وأضاف الوزير في مؤتمن صحفي عقده عاقب جولة له مع وزيري تربية والتعليم والتعليم العالي في معهد وردان لتدريب العاملين في السكة الحديدية أضاف أن الوزارة تتسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير هيئة السكة الحديد وقلنا أنه في الفترة اللي جاية دي حيتم على مدى شهرين ثلاثة اللي جايين فحص كامل السكة على مدى الشبكة فحص كامل العربيات على المملوكة للقطاع السكة الحديد وكامل الجرارات المملوكة للسكة الحديد حيتم شراء مجموعة من العربات في الفترة الجاية حيتم تطوير المزلئنات آخر السنة دي حيكون إن شاء الله المزلئنات كلها متطورة وتعمل بشكل إلكتروني إذن أنا أتكلمش على جزء عام البشر فقط لا أنا أتكلم على كل ما هو تملكه السكة الحديد من بنية أساسية وبالإضافة إلى نظم العاملون في شبكة الجزيرة الفضائية في الدوحة وقفة احتجاجية على اغتيال الزميل محمد المسالمة المعروب بمحمد الحوراني أثناء تغطيته لتطورات الأحداث في محافظة درع السورية قتل الزميل محمد الحوراني البالغ من العمر 33 عاما برصاص قناص من القوات السورية حيث استهدفه القناص أثناء تغطيته الاشتباكات في منطقة بصر الحرير انتهى عرض الأنباء لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت كما يمكنكم متابعة البث الحالي القناة على الموقع ذاته وأنا استقبل طريقاتكم وأسئلاتكم على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر في أمان الله